بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركياء الشرعية. النهاردة هنتكلم على اربع رموز. لو شفناهم في المنام نعرف ان ان شاء الله في تحقيق لامنية تحقيق لرغبة لنجاح كمان في حياة الرأي. اول رمز او اول رؤية لما يشوف الرأي انه حصل على مكافئة. حصل على جائزة. حصل على تكريم. آآ كل دي من الرموز المبشرة بتحقيق احلام وبتحقيق امنيات. آآ كمان مش تحقيق احلام وامنيات بس كمان بتكون تشارة للرأي بالنجاح. في حياته آآ بشكل عام كمان من الرموز اللي بتدل على قدوم آآ خير كمان من الرموز اللي بتدل على مرتبة هيحصل عليها الرائي آآ كمان من الرموز اللي بتدل على تغييرات آآ اجابية في حياة الرائي آآ خصوصا لما يشوف انه بيستلم جايزة فدي من الرموز اللي بتدل على تغييرات آآ في حياته آآ كمان مكانة عالية آآ بين الناس آآ كمان الفتاة العزباء لما تشوف ان هي بتحصل على شهادة تأذير او على آآ ترعي تكريم فمن الرموز بتدل على خطوبتها وعلى آآ زواجها من شخص لي مكانة آآ بين الناس آآ كمان من الرموز المباشرة بتخول آآ الرائي اما علاقة او عمل والعلاقة او العمل دي هيكذب لها النجاح وكمان الاستقرار كمان شهادة النجاح في المنام برضو من الرموز المباشرة بالسفر الرمز التاني او الرؤية التانية هي رؤية الهدية رؤية الهدية وبالخص الهدية المجهولة آآ من الرموز برضو اللي بتدل على تحقيق الامنيات آآ كمان الهدية من الرموز اللي آآ بتدل كمان لما شوف الرأي ان فيه شخص آآ مجهول آآ بيجيدي له آآ هدية آآ من الرموز المباشرة بيصلاح حاله آآ بشكل عام كمان الهدية آآ من الرموز برضو اللي بتدل على تحقيق حاجة او امنية كانت ضرورية جدا للرأي او كان بيلح على تحقيقها او كان بيلح في الضعاء بيها كمان الهدية اللي جاية من البريد برضو من الرموز اللي بتدل على فرصة هيحصل عليها الرأي والفرصة دي هتكون فرصة سمينة كمان لما يشوف انه بيتلقى هدية احيانا بيدل برضو على اخبار سارة هيسمحها او هتأتي خصوصا لما يشوف انه هو خد هدية والهدية دي عجبته كمان لما يشوف انه هو بتلقى باقة ورد او باقة زهور فبردو من الرموز اللي بتدل على نجاحه وتحقيقه لزيته كمان الهدية الشوكولاتة لما يشوف انه فيه حد بيهديم بشوكولاتة او لما يفتح الهدية الهدية فبيلاقيها شوكولاتة فبردو من الرموز اللي بتدل على تحقيق امنية منتظرة او كان الرأي بينتظر تحقيقها من زمان فبتكون بشارة ليه بتحقيقها كمان لما يشوف انه الرأي لما يشوف انه فيه حد بيهديم بخاتم لو كان غير متزوج وكانت فتاة فبشارة بالزواج لو كان متزوج فبشارة بالزرية كمان الهدية من الرموز اللي بتدل على الصلح وعلى زوال خصومة وعلى حب وموادة خصوصة لما يشوف انه بيدهادة من شخص هو عرفه فبشارة بحب وموادة وكمان صلحة الرأية التالتة لما يشوف الرأي انه هو السيام لما يشوف انه هو صام وبعد ما صام بيفطر الفطار بعد السيام من الرموز اللي بتدل على استجابة الدعوة كمان لما يشوف الرأي انه هو صام شهر رمضان وانه هو افطر في العيد فبرضو من الرموز اللي بتدل على زوال قرب وعلى زوال هموم كمان لما يشوف انه بيفطر في معادل الفطار بالزبط او اثناء الزان المخرب فدي بشارة لي ببشارة صارة سواء البشارة دي خاصة بصفر او خاصة بعمرة كمان السيام يوم كامل في رمضان ويشوف نفسه انه هو بيفطر وهو فرحان فمن الرموز اللي بتدل على قدوم سعادة وعلى قدوم خير كمان من الرموز اللي بتدل على لو كان الرأي مريض فمن الرموز برضو اللي بتدل على شفاءه كمان لما يشوف الشخص انه بيفطر عند زماعة الزان برضو من الرموز اللي احيانا بتدل على اداءه لفريدة العمرة كمان لما يشوف الرأي انه هو بيسوم وفطر فمن الرموز اللي بتدل على وصوله لهدف وصوله لامنية كان بيتمناهم كمان الفطار احيانا برضو الصيام والفطار في وقت المغرب برضو من الرموز اللي بتدل على قدوم خير وكمان قدوم فرحة وقدوم سعادة الرمز اللي بعد كده هو سماع الازان وسماء ازان الاقامة سماع ازان الاقامة في اللمنام برضو من الرموز اللي بتدل على استجابة دعوة كمان سماع الازان واقامة الصلاة في وقتها وتمامها للنهاية فمن الرموز اللي بتدل على تمام امر كمان على صلاحة الرأي كمان سماع الازان للتاجر من الرموز اللي بتدل على تمام صفقة او تمام امر كمان سماع الازان للشخص الفقير ده قدوم خير وقدوم بركة سماع الأزان للشخص المسافر بشارة ليه بالعودة لموطنه أو لبلده كمان للسجين بشارة ليه بالفرج كمان سماع الأزان للشخص العاصي دي من الرموز اللي بتدل على الهداية كمان سماع الأزان من الرموز برضو للشخص المهموم من الرموز اللي بتدل على الفرج سماع أهزان الفجر في اللامنام برضه من الرموز اللي بتدل على الهداية وعلى الدرس سماع أهزان الظهر بشارة للرأي بسادات الديون كمان سماع أهزان العصر تنتهي أمر للرأي أو أمر كان بيقدم عليه الرأي كمان أهزان المغرب برضه من الرموز اللي بتدل على انتهاء أمر كان بيسع للرأي كمان سماع اذان اللي عيشة احيانا بيدل على التذكيره او تحذير للرأي من التكاثل كمان سماع الاذان في المسجد الحرام دي بشارة للرأي بحج او بعمرة سماع الاذان في المسجد الاقصى بشارة بالنصر اتي كده اعمى اربع رموز ممكن نشوفهم في المنام فنبشر بتحقيق شيء احنا بنتمناه او باستجابة دعوة او بتحقيق هدف او طموح كنا بنسعى وراه بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي استفسار او سؤال اكتبوني تحن وانا ان شاء الله ارد عليكم بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة